تعرف قرار أو الواحة الحمرات الميمون بقصورها ومعالمها التاريخية وما قصر حيحة إلا حد هذه الشواهد التاريخية والذي يعتبر مقصد للسواح بمختلف مشاربهم القصر هذا الحمد لله رح يجونا فيه دائما يحضرنا فيه الزوار تاعة المدارس بسدائية المتوسطة التانوية حتى الجامعات وبعض المدارس الوطنية جاء وزارون أنا سائحة جاء منتين دوف جيت لهذا القصر أول مرة لقيت المكان جميل ما شاء الله الحمد لله وحسن الضيافة تبارك الله الحمد لله الجمعيات الثقافية والتاريخية تطالب بتسجيل القصر كمعلم تاريخي كي المطلب الأول اللي هو المطلب بسيط أنه تعطينا سوى مديرية التشغيل ومديرية نشط الاجتماعي بالتنسيق مع سيد رئيس المجلس السعب البلدي ورشاء ولا ورشاتين بشغيل بالمادة الأولية باش يترمموا يعني نسقفوا يعني ما يمكن نسقفوه والجدران اللي راه مهترئة أو راه طيحة باش نعاوزوا نرمموها وكين الثاني اللي هو التسجيل نتاعه الترميم الثاني يجين بعد التسجيل نتاعه لمستوى السياحة ومستمدرية الثقافة رهم غايبين يعني تماما يعني على هذا القصر هذا المسؤول الأول عن السياحة بالولاية أكد على العمل لأجل تلبية مطالب الجمعيات التاريخية والثقافية حول القصر نحن في اتصال مباشر مع مصالح وزارة التقافة ومصالح المستوى المحلين من أجل أخذه بالاعتبار لأنه هذا هوية كبيرة رايحة تفوت من بنيدنا إذن هذه هويتنا القصر هذا هوية سكر المنطقة يحس به من نوع يذا في حالة فقدان هذا القصر معناها رايحة نقوم فقد ركن من الهوية للقرارتية والهوية سأنتع أولاد سعيد ويبقى قصر حيحة معلم تاريخي وثقافي يتألم في صمت لأجل أخذ مكانته التاريخية التي يستحقها